بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم في درس جديد من دروس التربية والدفاع عن النفس التربية الفكرية ترسنا لهذا اليوم وتنطيد كرة سلة ثم رميها باتجاه الهدف معكم الأستاذ بدر ناصر الفهد قبل ما نبدأ في درسنا يا ابطال نبقى نستعرض مع بعض أهم مطلبات ومارسة النشاط البدني بشكل صحيح أهم هذه المطلبات الراحة الكافية الراحة الكافية مهمة جدا لماذا؟ لكي يستطيع الجسم ممارسة النشاط البدني مرة أخرى لابد من أخذ قصد كافي من الراحة وتكون الراحة في النوم لئينا من 6 ساعات إلى 8 ساعات بعد ذلك أبطال التغذية السليمة الغذاء مهم جدا لماذا؟ أحسنتم لأن الغذاء هو الذي يمد جسم بالطاقة لابد تحتواجبات الغذائية الثلاثة الغذاء والعشاء على العراس الغذائية المهمة أيضا البطال الزي الرياضي المناسب والحذاء المناسب عند أداة نشاط بدني أحتاج إلى ارتداء الزي الرياضي المناسب لهذا النشاط البدني حيث يختلف الزي الرياضي من رياضة إلى أخرى الزي الرياضي لكرة السلة يختلف عن زي الرياضي لكرطة القدم أيضا عند ممارسة النشاط البدني في الأماكن الباردة أحتاج إلى زي الرياض يختلف عن ممارسة النشاط البدني في الأماكن الجافة والحارة أيضا يا أبطال المكان المناسب والآمن عند ممارسة النشاط البدني أحتاج إلى توفر مكان مناسب لهذا النشاط البدني وأن توفر فيه عوامل الأمن والسلامة لحماية اللعب بعد الله سبحانه وتعالى من الإصابة هل يمكن أعمل مباراة لكرة القدم داخل الفصل الدراسي أحسنتم غير مناسب وغير أهم أيضا يا أبطال الإحماء المناسب ما هو الإحماء أحسنتم وقتهية الجسم لداء النشاط البدني عن طريق عمل بعض التمرينات السهلة البسيطة التي تساعدني على تأديت النشاط البدني بشكل أفضل بعد ذلك أشرب الماء قبل وأثناء وبعد النشاط البدني لماذا؟ لأن شرب الماء يساعدنا تعويض السوائل المفقودة عند تأتيت النشاط البدني يقوم الجسم بإفراز السوائل من طريق التعرق لتعويض هذه السوائل وإحماء الجسم الجفاف لابد من شرب الماء باستمرار أما الآن يا أبطال أنا في المكان المناسب وزي الرياضي المناسب مع بعض نبدأ بالإحماء المناسب جاهزية التمرين الأول المشي في المكان التمرين يستعد ابتدي واحد اثنين ثلاث أربعة ماشي 2 3 4 احسنت 2 3 4 احسنت 2 3 4 امتاز 2 3 4 احسنت 2 3 4 اخر مرة جمع قف ناخد نفس احسنتم التمرين الثاني ابطال 3 في الوطط 2 جدال اليمين في 4 عدات والشمال في 4 عدات التمرين يستعد يبتد يمين 2 3 4 شمال 2 3 4 حسنت 2 3 4 اضغط 2 3 4 امتاز 2 3 4 اخر مرة جمع قف رئيس في الخصف التمرين الثالث يا ابطال 3 جانب الرفع دورة الذراع من الخلف الى الامة تمريس تهد يبتد 1 2 3 4 دوران 2 3 4 حسنت 2 3 4 امتاز 2 2 3 4 دوران 2 3 4 اخر مرة جمع قف رئيس الاسواق قف التمرين الرابع يا ابطال وماثل التمرين الثالث وماثل التمرين الثالث ولكن باختلاف اتجاه الدوران 3 جانب الرفع تمريس تهد 1 2 3 4 حسنت 2 3 4 دوران 2 3 4 حسنت 2 3 4 ممتاز 2 3 4 اخر مرة جمع قف اذر على صلخف ناخذ نفس مع بعض الآن وصلنا لنهاية الاحماع الجسم صار جاهز لعداء النشاط البدني استعرض مع بعض درسنا لهذا اليوم الذي هو تنطيط كرة سلة ثم رميها باتجاه الهدف اولا يا ابطال ما هي كرة السلة كرة السلة هي لعبة جماعية من العاب الجميلة جدا التي تنافس فيها فريقان وكل فريق يتكون من خمسة لاعبين يقومون بتمرير الكرة فيما بينهم ثم يرسالها باتجاه الهدف حيث ان هذا هذا هو الهدف عندما تدخل الكرة داخل هذه الحلقة يحتسب نقطة واكثر فريق سج النقاط هو الفريق الفائز ولكن هل يمكن التنقل في الملعب بمسك الكرة والجريب لا لا يمكن التنقل في الملعب الا عن طريق التنطيط الذي هو مهارة اساسية في كرة السلة لكي يتحرك مكان الى اخر لابد من التنطيط حيث ان التنطيط نوعا التنطيط منخفض وتنطيط مرتفع التنطيط المنخفض هو عندما تكون القدم الأمامية ودفع الكرة باستمرار حيث ان الكرة تكون بين الأرض و الكف الكف يكون مفتوح ودفع الكرة باستمرار هذا حيث لا تتجاوز ارتفاع الكرة الركبة الأمامية أما التنطيط المرتفع يكون جسم مشدود منتصب ودفع الكرة باستمرار بحيث لا تتجاوز ارتفاع الكرة منطقة الوسط لاحظ في هذه الصورة يوضحنا التنطيط بشكل أفضل ملعب كرة السلة هو المكان المناسب لدى هذه المهارة وتكون طوله من 28 في عرض 15 مترا نبقى الآن نستعرض مع بعض هذه المهارة وهي من المهارات المهمة مهارة التصويب من الوثب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب والطالبات أهلا وسهلا بكم سنتعرف في هذا الفيديو بمشيئة الله تعالى على مهارة التصويب من الوثب قد يتوارد إلى الذهن ماذا يعني التصويب من الوثب سنستعرض فيديو بسيط ليوضح فكرة التصويب من الوثب بصورة واضحة ومختصرة شاهدنا سويا فيديو للمهارة الآن بإمكان معرفة معنى التصويب بأنه رمي القرب اتجاه الهدف بحركة سريعة من الوثب يعني من الحركة وهي حركة القفز والتصويب من الوثب يقابل التصويب من الثبات نلاحظ هنا الصورتين تعطينا تصور مبدئي وواضح لكيفية آداء المهارتين والفرق بينهما حيث أن التصويب من الثبات يعني رمي القرب اتجاه الهدف دون قفز وهذا يقابل التصويب من الوثب الذي سنتناوله بإذن الله بالشرح والتفصيل لخطوات آداء المهارة الخطوة الأولى التوقف في عدة أو عدتين واستلام الكرة الخطوة الثانية الوثب لأعلى مع رفع الكرة أمام الرأس بحيث لا تعوق رؤية السلة ذكرنا في بداية الدرس معنى التصويب من الثبات وعرفنا بأنه يقابل التصويب من الوثب واستعرضنا صورة توضح المهارتين في كل المهارتين يستلزم التصويب الصحيح للكرة باتجاه حلقة السلة ومتابعة الكرة بشكل جيد وهذه هي الخطوة الثالثة الخطوة الرابعة يكون التخلص من الكرة عندما يصل اللاعب إلى أعلى ارتفاع بعد الوثب ركزوا معي نلاحظ أداء الطالب عبدالله الارتفاع بسيط ولا زال ممسك بالكرة ثم الارتفاع أكبر ولا زال أيضا ممسك بالكرة وهنا نلاحظ أصول الطالب لأقصى ارتفاع وتخلصه من الكرة برميها في اتجاه الحلقة هذا الفيديو استعرضته معكم بصورة بطيئة حتى تتضح الفكرة ولكن عند التطبيق تتم هذه الخطوة بصورة سريعة الخطوة الخامسة الهبوط في حالة اتزان دون اندفاع إلى الأمام أو الرجوع إلى الخلف مع مراعاة أن تكون خطوات ما قبل الوثب قصيرة وسريعة كما هو واضح الآن يتم أداء الطالب للمهارة بشكل سريع هيا نحاول تطبيق هذه المهارة معنى البطل صديقنا عبد الله وصديقنا عبد الرحمن سيقومان بتطبيق آداء المهارة ثانية ركبتين نظر إلى الحلقة الوثب إلى ارتفاع ورمي الكرة عند الوصول إلى أعلى ارتفاع من الوثب وبهذا نكون انتهينا من معرفة آداء مهارة التصويب من الوثب تدربوا على أدائها كثيراً حتى تتمكنوا من إدقانها بسرعة ومهارة عند التنافس مع أقرانكم دمتم بصحة ونشاط الآن استعرضنا في الفيديو السابق مهارة تصويب من الوثب لا ننسى عند تدد هذه المهار لابد من التمرير التمرير الليها باستمرار والمكان المناسب أما الآن سؤال هذا اليوم صح أو خطأ؟ كرة سلة لعبة جماعية تنافس فيها ثلاث فرق هل هذا صحيح؟ لعبة جماعية تنافس فيها ثلاث فرق؟ أحسنتم هي لعبة جماعية ولكن تنافس فيها فريقان فقط وكل فريق يتكوى من ماذا؟ خمسة لاعبين ممتازين أحسنتم إلى هنا يا أبطال وصلنا إلى هذه الدرسة لهذا اليوم لا ننسى المكان المناسب والزيار الرياضي المناسب والتغذية السليمة عند داء النشاط البدني والإحماء المناسب أشكركم وحسن استماعكم كان معكم الأستاذ بدر ناصر الفهيد